خلنا نروح عند إبراهيم ونشوف شوف عنده اليوم أخبار يضيه جاي يركض فهم حمي لفقرت الرياضة إليك إبراهيم شكرا لك حازم وشكرا كاثي يعني بداية مع الخبر الأول أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحادات الأهلية بالعالم بما فيها الاتحاد الأردني لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة اعتباره من شهر الأول من شهر آب المقبل وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن التعديلات الجديدة التي طرأت على العديد من قوانين التحكيم في كرة القدم يجب أن يبدأ تطبيقها في المباريات المقبلة واعتبارا مطلع شهر آب المقبل علما بأنه لن يكون هناك مباريات رسمية قبل هذا التاريخ بسبب تداعيات فيروس كورونا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أجرى تعديلات على قانون اللعبة بما يتناسب مع التطورات والمستجدات التي طرأت على اللعبة وسيتم أيضا تفعيل القواعد الجديدة بدءا من موسم 2020-2021 وفي البطولات التي قررت العودة مجددا بعد توقف قرابة شهرين بسبب تفشي جائحة كورونا ومن بينها أيضا رفع عدد التغييرات في المباراة إلى خمسة أما الخبر الثاني أنها حارس منتخبنا الوطني ونادي الفيحاء السعودي عامر شفيع فترة الحجر الصحي إثرى عودته من السعودية بعد إيقاف دور محمد بن سلمان للمحترفين حتى إشعار آخر وجاء هذا الحجر الصحي بعد قدومه مباشرة ضمن الإجراءات التي فرضتها الحكومة على جميع القادمين من خارج المملكة كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابة أحدهم بفيروس كورونا وكان شفيع قد وصل الأردن قبل أسبوعين قادما من السعودية ليحجر نفسه في أحدى فنادق العاصمة قبل أن يكملها يوم الثلاثاء الماضي ويعود إلى منزله ليواصل الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما آخر ووجه أيضا شفيع الشكر والتقطير لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم على مبادرته في إعادة الرياضيين الأردنيين الذي تقطعت بهم السبل في الخارج نتيجة تداعيات فيروس كورونا المسجد الخبر الأخير ذكرت مجلد فوربز الأمريكية أن نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دخل التاريخ من باب الأموال مشيرة إلى أنه بات أول لاعب كرة قدم في التاريخ اللعبة يتقاد مليار دولار أو أكثر إجمالا على مدار مسيرته المهنية ولهذا فإن رونالدو يعتبر ثالث رياضي في التاريخ يتجاوز إجمال ما حصل عليه خلال مسيرته عتبة المليار دولار وهو ما زال مستمرا في مزاولة الرياضة وضمن هذا التصنيف فإن الدون يأتي بعد أسطورة الجولف تايجر وودز والملاكم الشهير فلويد مي ويذر ولذلك أصبح رونالدو أول رياضي للعبة جماعية يدخل نادي المليار في التاريخ هيك من يكون وصلنا لنهاية فقراتنا اليوم يعني وقفاتنا على الشاشة التفاعلية رح نطلع فاصل ونرجع نكمل معكم فقرات برنامجنا مع زميلي كحازم وأيضا كاثي راجعين خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر